انا عايز اعرف مين العبقاري وانا بتكلم جد مش هزار ومش ترياء ومش تهكم ومش سخرية مين العبقاري صاحب فكرة البسترات العملاقة اللي محطوطة على المباني يمين وشمال الطريق السياحي في اتجاه المنيب ذهبا الى المعادي بسترات عملاقة عليها توت عنخ امون وامون راع ورمسي ايه العظمة دي مين العبقاري صاحب الفكرة بسترات عملاقة بتاخد المبنى من اوله الاخر عليها الرسومات او تصوير بمعنى ادق يعني فوتوغرافية معمولة بحرفية شديدة الريزولوشن بتاعها عالي جدا وبالتالي ما هياش مباكسيلا ما هياش مغييمة الى اخره ومحطوطة على العمرات العمرات دي زي ما حضراتكم بالمناسبة عارفين يعني العمرات دي اصلا اغلبها اتبنى غلط يعني في ظروف مش دي مناقشتي دلوقتي خالص انا مناقشتي انه العبقاري ده عبقاري وبيفهم وفنان خد القرار ده انه احنا يمين وشمال الطريق العمرات بدل ما كانت شكلها مش حلوة الوانها مش حلوة في حاجات متهدمة في حاجات مزالة في حاجات متعلقة كانت بتوسعة الطريق وما الى ذلك فبدل ما تتساب كده في حد فعلا مخ منور والله العظيم تلاتة انا ما عرف ده مين وعلى ما يبدو طبعا يبقى لها كام يوم بس يمكن عشان انا بتحرك على الطريق ده بالليل فما خدتش بالي قوي شاءل علي القدير النهاردة تفهمش النور كان عالي بتاع العربيات ولا حاجة فجات على عيني كده هوب خبطت في لوحة من اللوح دي كانت امون رعا ابص كده الاقت وتعنخ امون عادت بقى اركز احنا بالليل برضو يعني وانا جاي الشغل عادت بقى اركز قلت ايه ده مين ابو مخ نور ده احنا عايزين نكتر منه دي فكرة عظيمة عظيمة وبما ان انا لونج سايتد انا لما كبرت في السنة فبقيه بشوف من بعيد مش بشوف من قريب فلاحظت ان مكتوب عليها المتحف المصري الكبير هل الفكرة دي نابعة من وزارة السياحة نابعة من مجلس امناء وإدارة المتحف المصري الكبير نابعة من المحافظة محافظة الجيزة بكتب علي كمان ولكم جيزة ولكم تو جيزة حاجة كده يعني ما شوفتش قوي لان بدون دنيا ظلم ما شوف من بعيد بس مش للدرجاتي يعني مش عين الصقر يعني مش ضرقاء اليمامة قاعدة انا بقى فلكن ايا كان المسؤول او اذا كان تضافر جهد ما ايا كان فكرة عبقرية لأبعد الحدود وجميلة لأبعد الحدود وبراقة لأبعد الحدود ومفيدة الى أبعد الحدود ليه بقى مفيدة؟ اولا مفيدة للعين وللنظر ده مما لا شك فيه مفيدة جدا للناس اللي ما تكونش واخد بالها انها تقدر تقرأ عن اسماء هذه اللوحات او الاسماء المصورة حول عن هذه اللوحات دي معمولة عليها يعني او الصور دي معمولة عليها الحاجة التالتة هو ترسيخ وتكريز احنا مين؟ احنا مصر حضارتنا ايه؟ هي حضارتنا المصرية القديمة ده ملوش علاقة بالهوية انا بتكلم على ارثك الثقافي والحضاري او ارثك الحضاري القديم الأصلي منبتك جزورك انت ايه؟ انت مصري الحضارة المصرية القديمة اقدم واعظم واثرى واهم الحضارات اللي عرفتها البشرية يعني هي الاقدم وهي الاهم وهي الابقى وهي الاكثر ثراءا سبحان الله العظيم ده شعب عظيم ودول هم اجداده تعرفين انه كان فيه قناة من القنوات الكبيرة يعني اللي بتقدم دايما وثائقيات وما الى ذلك وحاجة من القنوات العالمية جدا يعني كانوا عملوا قبل كده زي بيعملوا دوكيومنتري او وثائقي على الاصول بتاعت الناس والاختلاطات بالاعراق المختلفة وما الى ذلك فخدوا متطوعين كتير جدا من كل العالم وعملوهم اختبارات دي ان ايه واختبارات كتير عشان يعرفوا حجم او مستوى او نسبة النقاء العرقي بتاعته وكان الاكتشاف مذهل ان المصريين اللي موجودين هنا دلوقتي انا وانت وغيرنا وعلى عكس ما يحاول البعض الترويج ليه وهؤلاء البعض هم اما من فاسد النية او من المرضى النفسيين اللي بيحقدوا علينا والله العظيم الترويج الحاقد او الفاسد او العبيط يقولك اصلا المصريين مش انقية واختلطوا بكلام فارغ لأن وده منشور بالمناسبة يعني هذه القناة وهقولك تمان على جامعة مهمة جدا في ألمانيا عملت نفس القصة ماكس بلانك هذه القناة أو هذه المجموعة التلفزيونية الوثائقية الكبرى يعني وهي الأشهر بالمناسبة لأت أن المصريين هم الأكثر نقاءا على مستوى البشرية أدي واحد اتنين لأ أن المصريين مستوى النقاء الجيني اللي عندهم اللي بيوصل بيهم لحد المصري القديم بيصل إلى أكتر من 90% أكتر من 90% نقاء أنت عارف ده معناه إيه؟ ده معناه أنه أيوة هو إحنا أحفظ الفرعن بس أبقى أصل المصريين مخلطين أصل المصريين مش أي كلام فارغ وبلهات لا علاقة لها بالعلم لمن قريب ولا من بعيد ده إما أنه شوية ناس مرضى نفسين إما شوية ناس فاسدين نية ومتعودين يقولوا كده جامعة ماكس هنطلع على الوصف ماكس بلانك في ألمانيا عملوا كانوا أصلا هم اللي بدأوا هذه الفكرة ووصلوا تقريبا لنفس النتائج بل أنه النتائج بتتعدد 93% نقاء ده إنت عشان كده أنا عجبتني أوي 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 اللوحات اللي على الطريق السياحي بدءا من 6 أكتوبر ذهابا إلى المنيب يعني حدود محافظة الجيزة والتقاءها مع القاهرة عبر نهر النيل قبل ما تنزل نازلة الياء المعادي على إيدك اليمين كل سنة وانتو طيبين